هن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما الحمد لله غفر الذنب فضلا وقابل التوب وعبا شديد العقاب عدلا غفر الذنب لمن قال لا اله الا الله وقابل التوب لمن عانى الى مولاه شديد العقاب لمن عصاه اله وسيدي ومولاي كتبت رحمة الناس عليك فضلا وكرم فالمرجع والمآل والكل اليك عرب وعجم ما لي عمل يصلح للعرض عليك بل صار عدم فارحم ذلي ووقفتي بين يديك ان ذل قدم اله يا من اذا قلت يا مولاي لباني وقال اقبل فان العفو من شاني يا واحدا في ملكه ما له ثاني يا عالما اعصاك تستوني انساك تذكرني فكيف انساك يا من لست تنساني سيدي يا رسول الله اشرق فنورك ساطع بسام يا صفوة الرسل الكرام سلام اوليتنا شرفا يفيض حسبنا بالفخر امك مرسل وامامه واصلي واسلم على الزات المحمدية اللقيفة الاحدية شمس سماء الاسرار ومظهر الانوار ومركز مطار الجلال وقطب فلك الجمال اللهم بسره لديك وسيره اليك امن خوفي واقل عثرتي وخذني اليك مني ولا تجعلني مفتونا بنفسي محجوبا بحسي وارزقني الفناء عني واسكن بها فقيدنا درجات العلا من الجنة اخوتنا اخوة الايمان والاسلام نحييكم في بداية هذه الليلة القرآنية وهذا الجزء المتبقى من هذه الليلة القرآنية المباركة التي اقمت الى روح كريمة صعدت الى رب كريم روح المغفور له بإذن الله تعالى معالي السيد المستشار محمود يوسف الحول الله اسأل ان يتغمده بواسع مغفرته ورحماته وان يسكنه الفرتوس الاعلى من الجنة اخوتنا اخوة الايمان والاسلام نحييكم من داخل الوئلؤة السربيقات واولى مقاول الفراشة الزهدية الشهيرة عبر انحاء الكمورية تطلب تحت اشراف وادارة البشمهندس محمد رابح المقيم ابو جندي بمحافظة الغربية اخوتنا اخوة الايمان والاسلام كما نحيط سيادتكم علما ان هذه الليلة تقل لكم عبر شاشات التواصل الاجتماعي يوتيوب عبر كاميرات البشمهندس محمود ابو عيشة صاحب الموقع الاسلامي الكبير على شبكات التواصل الاجتماعي اخوتنا اخوة الايمان والاسلام روى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عن رب العزة تبارك وتعالى انه قال انا عند حسن ظن عبدي بي وانا معه اذا ذكرني ان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي واذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه واذا تقرب عبدي الي شبرا تقربت اليه ذراعا واذا تقرب عبدي الي ذراعا تقربت اليه باعا وان اداني يمشي اتيته هرولا صدق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما روى عن رب العزة تبارك وتعالى اخوتنا اخوة الايمان والاسلام هيا بنا لنعيش مع ذكر الله في ملأ ليذكرنا الله تبارك وتعالى في ملأ في السماوات العلا اخوتنا اخوة الايمان والاسلام نعيش مع كلام لا يمل سماعه وصوت يترقب الكل استماعه قطب من اقطاب التلاوات بجمهورية مصر العربية قاري اتحاد الاذاعة والتليفزيون وصالب الشعبية الجارفة في عالم دولة التلاوة والذي جاب سمان وثلاثين دولة عبر انحاء العالم والملقب بقارئ العالم الاول وقارئ الابداع الاول ملك والمقيم بالقاهرة فضيل بالقارئ الاستاذ الدكتور عبد الناصر حرم الله تعالى له بالتوفيق والتجلي وليه لكم حسن الاستماع فليتقبل صاحب الفضيلة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم بسم الله الرحيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كلمة طيبة كشجرة طيبة كشجرة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت بسم الله الرحيم 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 اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ألم تر كيف ضرب الله مثلا ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت أصلها ثابت أصلها ثابت أصلها ثابت ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت اشتركوا في القناة أصلها ثابت وفرها في السماء أصلها ثابت وفرها في السماء تحدي أكلا كل حين بإذن ربها ويطرب الله الأمثال للناس ويطرب الله الأمثال للناس لعدهم يتفكرون ويطرب الله الأمثال كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار ويطرب الله الأمثال ويطرب الله الأمثال في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويطرب الله الأمثال 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 بكل أول الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الذنية وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحل قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله كُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ قُلْ لِعِبَادِيَا الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُ الصَّدَاهِ قُلْ لِعِبَادِيَا الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُ الصَّدَاهِ قُلْ لِعِبَادِيَا الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُ الصَّدَاهِ وَيُنْفِقُ مِمَّا رَزَقُنَا وَمْسِرُوا وَغَلَانِيَا سِرَّا وَغَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمُ من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال قُلْ لِعِبَادِيَا الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُ الصَّدَاهِ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقُنَا أَوْمْ سِرَا وَغَلَانِيَا يا الله إِنَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرْعُ وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمُ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَعَلَى الْخِلَامِ الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل وأنزل من السماء ماء فأراجبه من الثمرات رزقا لكم الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسفر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسفر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسفر لكم الأنهار وسفر لكم الشمس والقمراء وزخر لكم الشمس والقمر دائبين سبحانه وتعالى وزخر لكم الليل عن نهار سبحانه وتعالى فلتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وآتاكم 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 من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وآتاكم 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 وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وآتاكم وإن قال إبراهيم رب جعل هذا فماذا أمنا أمنا وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمن أمنا الله 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 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَغَلَ هَذَا الْبَلَدَ أَمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَانِي يَأَنَّ وَبُدَ الْحِصْنَامِ رَبِّ جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ أَمِنًا رَبِّ جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ أَمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَانِي يَأَنَّ نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَغْلَى لَكَفِيرًا من الناس فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي فَمَنْ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ أَعْصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ رَبَّنَا 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 إِنِّي أَسْجَلْتُ مِنْ ذُرِّيَتِي بِوَادٍ وَعِرِذِي زَرَعِي عِلْتَ بَيْتِكَ مُحْرَبُ رَبَّنَا 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 لِيُقِيمُ الصَّلَاةِ رَبَّنَا رَبَّنَا لِيُقِيمُ الصَّلَاةِ رَبَّنَا 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 لِيُقِيمُ الصَّلَاةَ فاجعل أفئِدَةً من الناس تبوي إليهم ورزقه والرزق وارزقهم من الثمرات وارزقهم من الثمرات لعلهم ليشكرون ربنا ربنا إني أسكت من ذرياتي بواد غير زرع عند بيتك المقرب ربنا ليقيم الصلاة ربنا ليقيم الصلاة ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا 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 إنك تعلم ما نخفي وما نولد وما يخفى على الله من شيء في الأرض وما نولد وما يخفى على الله من شيء في الأرض الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسقاق الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء ربي جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم القساب ربي جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل ربنا وتقبل ربي جعلني 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 شكرا له الارواح والابدان قوم قد اختار الاله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستان يرعت حروف النور بين شفاههم فتطوعت مسكا يفيض بيان رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا في الظلام فكان اخوتنا اخوة الايمان والاسلام لقد طابت انفسنا واطمأنت قلوبنا بالذي هو خير ايات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم والتي كانت من صورة ابراهيم وكانت بصوت العلم القرآني الاذاعي الكبير قاري اتحاد الاذاعة والتلفزيون المصري بجمهورية مصر العربية ملك الابداع الاول وملك المقامات وصاحب الشعبية الجارفة في عالم دولة التلاوة والذي جاب معظم دول انحاء العالم عبر ثمان وثلاثون دولة فضيلة القاري الاستاذ الدكتور عبد الناصر حرك نقلة اذيعت على ما سمي حضراتكم من احدى وحدات اذا عادت